انضموا إلينا من القاهرة الدكتور سيد صبر استشاري التغييرات المناخية والتنمية المستدامة الدكتور إحياء الثاني والعشرين من أبريل هل هو لمجرد الاحتفال بهذا اليوم أم هو تذكير بما يتطلبه الأمر من عمل للحفاظ على البيئة والأرض مساء الخير هو الحقيقة المفروض لا يكون مرد يوم للاحتفال ولكن كما قيل في التعرير هو دائما يوم لإزكاء الوعي الدولي بأهمية الحفاظ على الأرض والبيئة والبشر الموجودين على هذه الأرض يحفظوا على الأرض لأنها هي الأساس اللي كل البشر عايشين عليه وزي ما هو من اسم نفسه Mother Earth من الأرض لأن كل البشر يجب أن يحافظوا على الأرض اللي احنا بنعيش عليها واللي أصلا بناخد أغزائنا منها ونتعاش عليها فلابد يبقى دائما هناك تذكير بأهمية الحفاظ على الموارد وأيضا الحفاظ على الأرض نعم هنا نريد أن نسلط الضوء على أهم المخاطر التي تهدد الأرض والبيئة أهم المخاطر أولا من الأنشطة البشرية اللي أحيانا بتكون ما تلا تراعي أهمية الحفاظ على الأرض من أهمها طبعا سواء مصادر التلوث بمبعثات الغازات من أول غازات الاحتباس الحراري وأيضا الغازات الملوثة النتجة عن احتراق الوقود الأحفوري وتوليد الطاقة بجميع أنواعها بالإضافة إلى استخدام الغير جيد للأراضي لو نحن بستخدم سميدة كيميائية والحاجات دي بيطلع منها إمبعثات وبتؤثر على خصوبة الأرض وعلى كفاة الأرض وأيضا ينتج عنها إمبعثات بتضر البيئة فهناك أهمية كبرى لأن كل الأنشطة اللي بيقوم بها البشر في جميع الدول يكون الهدف الرئيسي منها الأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بالموارد الموجودة على الأرض سواء موارد مائية أو الأرض والطربة كل هذه المكونات يجب الحفاظ عليها ويجب عدم الإصراف في هنا هذه تعتبر عوامل بشرية بما تمثله من مخاطر على الأرض في الجانب الآخر هناك عوامل طبيعية تغير المناخ التصحر الجفاف هذا أيضا يهدد الأرض كيف يمكن للبشر أن يواجهوا هذه التحديات هو الحقيقة أن تغير المناخ أي نعم ما هو له بعض الأسباب الطبيعية تغير المناخ بأسباب طبيعية ولكن دي قليلة نتيجة البراكين أو نتيجة الشعر الشمسي أو النشاط الشمسي ولكن التغير الحاد في ما حدث في المناخ كان بسبب الأنشطة البشرية التدقل البشرية لأنشطة التنمية الغير منضبطة في السابق والتي ما زال حتى الآن لم تصلح بعض منضبطة هذه الأنشطة البشرية بتؤدي إلى تزايد نسبة تركيزات غازات بنتسمى غازات الاحتباس الحراري في المناخ الأرض وهذا يؤدي إلى ما يسمى بالاحترار العالمي أو ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض وده له استدبعات كثيرة منها زي ما قلنا الفيضانات والجفاف لأن هذا الاتفاع في درجة حرارة الأرض بيؤدي إلى اختلال الأنشطة الخاصة بالهطول الأمطار ويؤدي إلى انتقال أو تحرك حزمة المطر كميا ومكانيا بالأضافة إلى أنه طبعا كميا ومكانيا يعني معنا كده أن في أماكن يكون فيها أمطار أكثر من اللازم وتؤدي إلى فيضانات وسيول وأيضا أماكن أخرى كانت بتنزل فيها الأمطار هذه الأماكن بيبقى فيها ندرة وجفاف ويؤدي طبعا بذلك إلى التصحر وبالتالي أصاروا سيئة في حالة الاستمرار في هذه الممارسات الغير مرشدة دكتور هذا اليوم يتم الاحتفال به كما نعلم من سنة 1970 ويدعو إلى المساهمة عبر الانخراط في نشاطات معينة للتوعية بأهمية الأرض والحفاظ عليها هل كانت هناك أي نشاطات أو هل انعكس ذلك حقيقة عبر السنوات وتم فعلا الحفاظ على الأرض أم تفقمت مخاطر الأرض البشرية المحاولات دي بدأت من الحزام حضرك أشهرتي من سنة 1972 من أول مؤتمر استوكولم وتبعا لغاية 1992 لما عقدت مؤتمر الأرض في ريولي جانيرو ومبسقط عنها الاتفاقيات السلاس اللي هي التفاقية تغير المناخ واتفاقية التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي التنوع الحاوي وبعد كده المؤتمرات والمبادرات توالت وكلها طبعا مرتبطة فيما يخص البيئة والتنمية والهدت المفهوم المسمى من البيئة والمحافظة على البيئة والتنمية السهم التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة وظهرت مبادرات كثيرة ونحن نصن في ساعة الأرض اللي كنا نتكلم عليها الاحتفال اليوم البيئة العالمي اللي هو ببيئة في شهر يونيو فهكذا في مبادرات كثيرة اللي هدف منها تذكير البشر تذكير الناس بأهمية الحفاظ على البيئة وأهمية التكاتف دوليا للتعامل مع أثار التغير المناخ وأهمية الحفاظ على البيئة الأساس الحفاظ على البيئة وهدف تحقيق التنمية المستدامة لجميع الدول دكتور سيد صبري استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك